يسعد مساكم الجديد وصلنا معكم لفخرة بيت داتكم زي ما حكيت في بداية الحق في كتير للأسف أشخاص بقدموا لشغل بروح أول انترفيو وبعديها ثاني انترفيو بصير في شوت لستنج لألهم وللأسف بعديها بطير الشغل منهم ليش في أسباب كثيرة أكيد هلأ أصدقاءنا من بيت داتكم يسعد مساكم زمان ما شفتكم كيف حالكم أهلاً الحمد لله أمور تماماً حمد لله كله تماماً كله تماماً أتوقع في كتير أسباب لهذا الموضوع هو موضوع كتير مهم صح صح لأنه يعني بتكون اللقمة زي ما بيحكوا واصلة للتم وبعدين بنتح الموضوع لأنه سبب بجوز كتير سخيف صح 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 زي ما حكيت دائما نسأل حالنا ليه ما توظفنا أو ليه ما رجع لنا خبير التوظيف أو الشركة أو ليه كانت المؤابرة تبعتنا أنه مش ناشحة فاليوم رح نعرف مع بعض الأسباب اللي بتخلي الواحد أنه ليه هيك يصير معاه رح نسمع مع بعض آراء خبراء من بيت داتكم المديرين رح نسمع هلأ أتت صارت معهم بالحقيقة أوكي عشان نكون هيك أقرب للناس يعني نفرجهم أنه شو صار معنا مع مدرأنا أنه كيف أنت تتخطى هالمرحلة ورح نحكي أكتر حتى عن خلنا نحكي المؤشرات اللي بتفرجي أنه من الأول هذا الشخص ما رح يكون مناسب لهذه الوظيفة حل 100% أول نقطة هي عدم الاستعداد بتخبرنا مديرة قسم الاتصالات عنا ببي دوت كوم عن موقف صار معها مع واحد من باحثين عن العمل اللي قابلته قامت مقابلته فاكتشفت أنه هذا الشخص يعني ما عمل أقل واجب اللي هو للبحث عن الشركة وما بعرف إيش طبيعة عمل الشركة ولا إيش الوصف الوظيفي اللي مطلوب منه هذا أقل إش ممكن الواحد يعمل وما يروح مقابلة عمل أنه يبحث عن الشركة اللي رايحها أو المنصب الوظيفي اللي رايح يقدم عليه يعني 100% فنصيحتنا لكل باحثيان عمل أقل واجب اللي هو على الشركة اللي انت رايح عليها تقوم بالبحث عن المهام عن ممكن الفجن مشن الفاليوز اللي بتقدمها الشركة والخدمات والمنتجات اللي بقدموها نقطة الثانية اللي هي الاهتمام بالراتب هون بحكي لنا مدير الأقليم اللي عنا ببيضة كوم عن تجربته أنه مر آبل حدا وكان عنده عدة سنين خبرة كتير مناسبة لهذا الشاغر وبالمقابلة اكتشف أنه كان يتجاهل أي اسئلة لما يجاوب عليها سواء كان عن إنجازاته أو عن المهارات اللي بيعملها وكان بس مركز على الراتب وإيش هن المزايل ممكن ياخدهم وعدد الأيام العطلة أو الإجازات اللي تتلع له في السنة فهون اكتشف مدير الأقليم بتاعنا ببيضة أنه هذا شخص بس مهتم بالراتب يعني مو مهتم بالكارير تبعته ومشايف أنه رح يعمل أي إمبروفمنت على هاي الشركة فكمان هون احنا ننصح يعني الباحثين على العمل اليوم أنه انت معك وقت محدد بالمقابلة اثبت حالك فيها، احكي فيها عن مهاراتك، عن إنجازات اللي عملها بالشركات السابقة وأكيد وقتها هون بيجي موضوع الراتب هيك أسهل يعني بالعكس هالأشي بيساعدك أنك تسأل عن الراتب اللي انت بدك يأول تستحقه صح صح ويعني مرات الواحد يفضل يعني لا ما نجيب سيبت الراتب إلا إذا نسأل عنا مش أنا والله أروح على المقابلة قدرت قم تعطوني راتب طيب فيه تأمين ولا لا طب قدرت بعطل سبت ولا لا كل هاي الأسئلة بتوجي صاحب العمل أنه هذا الشخص بس جاي عشان الراتب يشتغل ما رح يعمل أي تقدم بالشركة ميم من ميم يعني النقطة جدا مهمة النقطة الثالثة اللي هي عدم الاستماع بيخبرنا مديرة العمليات اللي عندنا ببي دوت كوم عن مقابلة موقف صار معه مع أحد الأشخاص قابل شخص هذا الشخص ما كان عنده مهارات استماع والسبب الرئيسي من وراء إنه عرف إنه ما عنده هاي المهارة اللي هو كان يسأله أسئلة الأسئلة دايما يأخذها ويغيرها على موضوع تاني ما إلو علاقة وكان يقاطع الأسئلة كلها وكل أسئلته كانت غير مواد مجاوبة بطريقة صحيحة فمننصح إحنا الأشخاص الباحثين عن العمل يتمتعوا بمهارات الاتصال ويسمعوا أكتر من الخبير التوظيف إيش الأسئلة اللي عم بسأله إياها عشان يفهم أكتر هذا السؤال كيف يجابه بطريقة صحيحة مظبوط طيب شو كمان بعدها؟ هي كمان بوينت مهمة اللي هي الإساءة أو التذمر يعني كمان بتحكي لنا مديرة العمليات ببي دوت كوم عن تجربتها صارت معاها أنه كان في حدا شخص كتير مؤهل للوظيفة وخلص أنه كانوا بدهم يأخذوه فبالمقابلة يعني صدفة أنه سألت خبير عم يعمل معه عم تعمل معه المقابلة أنه حكي لنا عن تجربتك السابقة فبلش الشخص يحكي بطريقة كتير سلبية عن مديره بالضبط بالضبط هكذا الموضوع كان حكى كلام يعني مابسيدين حكى على زملاء اللي بالعمل فأخذت انتباع سلبي سلبي منه يعني والغير هيك يعني أنه هو ما حكى كيف تعلم من تجربة السابقة أو أنه حكى أنه أنا صار موقف فأنا تعلمت واحد تنين تلات فهذا ما ذكروا حتى بالمقابلة فإحنا ننصح كمان خبراء التوزيق الباحثين عن العمل صاري أنه لا بالعكس يحكي بطريقة إيجابية إشي يحكي سفيه جديته بالعمل مهانيته حتى كمان يعني إحنا هون ننصحهم أنه يذكروا أو يحكوا شو رح يزيدوا على هالشركة أو شو تعلموا من من التجربة اللي صارت معهم أو الموقف السيء اللي صار معهم صح ولو شو ما صار سوري يا زين بتحكي لأحكي لا أده لا غير أنت تحكي لا والله غير أنت تحكي دي علي الطلاق بالستة وتسعين فضلي إنه دائما لو شو ما صار معك بشغلك القديم لو يعني صارت مشاكل وطلعت أنت من شغلك ما تحكي عنه بالطريقة السيئة ما تحكي عنه يعني لا تمدحه ولا أنه تدمه بس خلاص ما تحكي عنه مش ضروري تعد تفطفت زي ما بقولوا وهدول عملوا لي وفطفت صح؟ ما اليوم بني يا هلا هذا لأ والله إنه مهم اللي بتحكي ليش عنه بتلاقيه اسمي أخد راحته زي كأنه قاعد بكوفي شوب شغل القديم مديري واحد أول شيء الأردن صغير يا جماعة الخير فبن ندير باننا كلهم يعرف كلهم يعني بناش نحكي مصطلحات الـ والتهم كلياتها بلدنا صغيرة كل حدا بيعرف كل حدا هذا واحد اثنين إذا أنت هلأ بتسبب على مديرك القديم قدامي فمعناته فيه احتمالية كبيرة تسبب عليك تسبب علازم عليك للشخص الثاني فيعني اللي لم تستحيف أصنع ما شئت وإذا ما في عندك إشي تحكي مني حفوظ موت أحسن ولا تجيب أصلاً سيرة إنه صار معك أي إيش سيئة من أبن أنا مشتغلتش يعني لا تحكيش أي إيش نصل 100% يزيد نصل إلى النقطة الخامسة اللي هي التنافس بشكل شديد بتحكيلنا المديرة العليا اللي يقسم الموارد البشرية اللي بيبايت دوت كوم عن موقف صار معاها مع مجموعة من الأشخاص اللي كانوا شورت لستد للمرحلة النهائية لمقابلة عمل فهل مجموعة من الأشخاص الهدف الرئيسي كان يعرفوا طبيعة التعاون هل يتميزوا بمهارات التعاون وروح فريق العمل خلينا نحكيه فهذا كان الهدف الرئيسي من وراء هذه المقابلة الأخيرة النهائية فلما نرفض واحد من الأشخاص صار عدواني بشكل كبير وشكل شديد فهذا مع أنه كان عنده فكرة أنه لازم يكون يتعاون مع كل الأشخاص بس كان كل تنافسه تنافس شديد ويريدوا يشتغل لحاله صح فبين احنا هون بننصح هدول الأشخاص أنه تحلوا بالصبر وبالإصرار وبالثقة بس تجنبوا التنافس بطريقة شديدة إنه يعصب إذا ما حصل على الوظيفة طيب شو النقطة البعدها؟ نقطة هيك سريعة كمان مهمة اللي هي أنه أنت يكون عندك الجهل بالوظيفة نفسها يعني على سبيل المثال كمان تحكينا مديرة العلية كانت بقسم وارد البشرية حكيت لنا عن تجربة أنه سألت سألت بالمقابلة عن إنجازاته فاكتشفت أنه التواريخ اللي عم بحكي فيها هي مش نفس التواريخ الموجودة بصير ادلاتية غير عن هيك لما سألت عن جزء صغير من إنجازه الموجود بالسي في حكا لها أنه مش عارف أجاوبك صراحة أنا الزميلي هو الكتب سي في عني يا حبي هذا إذا صار بواقع بمعنى يعني فأبدا يعني يعني هو ممكن كون شخص مناسب بس أنه حكا هيك وعمل هيك فإحنا يعني كثير ننصح يعني أنت دائما أتليست لو ممكن حد يساعدك بسي في تكون قرئها عارف عنها ودائما تحط معلمات صحيحة يعني وساط خمية بالمية أكيد مصبور شو فينا وظائف حلوة هلأ هيك عم بتدورو عليهم نوصل لوظائف اللي كانت معانا أبرز الوظائف خلال الأسبوع الماضي على بيت دوت كوم مساعد مدير إنتاج ومعلم ومدير مستشفى وخبير حماية الطفل ومندوب مبيعات طبية ومهندس مدني ومدير مبيعات ومسؤول مشتريات ومهندس خدمات وكثير غيرهم من الوظائف اللي بتقدروا تتبعوا نصائحنا اللي قدمناها لكم اليوم وبالحلقات السابقة وبرضو تتقدموا هاي الوظائف اللي بتكون مناسبة لكم أكيد يعطيكم العافية دائما كل يوم تأربعة بتنورونا